أهلاً وسهلاً بكم طلابي وطالباتي الأعزاء طبعاً في محاضرة مساق سيكولوجيت الشخصية اليوم طبيعي احنا تكلمنا في المحاضرات السابقة عن الشخصية وتعريف الشخصية ومحددات نمو الشخصية اليوم حنتكلم مع بعضنا البعض في الفصل الثالث من مساق سيكولوجيت الشخصية نمو الشخصية بحيث أنه هناك النظريات العديدة اللي تناولت نمو الشخصية وتناولت آلية نموها فاليوم طبعاً هنتكلم بهذا الموضوع بوجهة نظر النظريات المختلفة نمو الشخصية طبعاً شخصية معروفة في تغير مستمر منذ أن تبدأ التكوين واحنا اتكلمنا أن الشخصية تبدأ تتأثر وتؤثر منذ البيئة الرحمية منذ الإخصاب يبدأ تكوين الشخصية لأن الشخصية اتكلمنا عن المحددات الوراثية والمحددات البيئية اللي بتأثر في الشخصية فلذلك هي تبدأ تكون في عملية استمرار كونتونيوس منذ بدء تكوين الشخصية بطبيعة الحال كتفاعل مستمر بين إمكانياتها الموروثة يعني الإمكانيات والاستعدادات الموروثة والظروف البيئة اللي بتعيش فيها الشخصية وبتنوجد فيها الشخصية كل وقت يمر في الشخص أو يتعرض لحدث أو ظرف معين بتعرض له هذا الشخص يحدث تغيير تغيير في الشخصية، تغيير في نمط الشخصية، تغيير في السمات لأنه إحنا تكلمنا عن الموقف والدور للشخصية أنه حسب المواقف المطروحة والخبرات اللي بتكتسبها الشخصية أثناء المواقف وهذا طبعاً بحدث تغيير سواء أقل أو قليل أو كبير وهذا بيأثر في الكل المتكامل في أجهزة النفس الجسمية للشخصية طبعاً فكرة التنظيم الدينامي للأجهزة النفس الجسمية للفرد دخلت حيز في تعريف الشخصية بحيث أنها خير تعبير عن هذه الحقيقة أيضاً كلما كان التغيير الذي يحدث في الشخصية نحو الأفضل وصفناه نمواً في الشخصية بحيث أن تغيير البحثية للشخصية كلما كان فيه تغير نحو الأفضل للشخصية وأي موقف تعليمي أنه واجه الإنسان أو أي نشاط اكتسب من خلاله فكرة إيجابية أو اكتسب من خلاله تطور في نظام في نظام البرسونالي بتاعته في شخصيته إحنا سمنا نمو في هذه الشخصية أو في أحد جوانب الشخصية ربما يكون في الجانب العلاقات الاجتماعية ربما يكون في الجانب النفسي أنه كان صار نمو وصار أصبح أكثر سواءً وأكثر اتزاناً ربما يكون في الجانب التفكير اكتسب تعلم خبرات جديدة أما إذا كان التغيير أسوأ وصفنا تدهور في الشخصية أو في أحد جوانبها يعني بمعنى أن الشخصية هاي بتكتسب خبرات جديدة بتكتسب مواقف جديدة بتكتسب نمواً إيجابياً في حالة كل ما كان الاكتساب لهذه الخبرات كانت اكتساب إيجابي كل ما إحنا بنوصفه نمو أما في حالة الاكتساب السلبي إحنا بنوصفه أنه تدهور في الشخصية أو في أحد جوانب الشخصية لو نظرنا إلى تتبع الطفل منذ ولادته نجد أنه هناك ضروب يعني هناك طرق مختلفة في النمو بشكل واضح في شخصيته جوانبه شخصيته أجهزة الشخصية المختلفة سواء كانت الجسمية أو النفسية مع مرور الزمن يعني الطفل منذ أن يولد يأخذ مناحي كثيرة ويأخذ ضروب مختلفة في نمو هذه الشخصية في نمو شخصيته شخصيته أو جوانبها النفسية أو أجهزة الشخصية بحيث أنه مع مرور الزمن يزداد وزن الجسم يزداد طول الطفل أيضا أجهزة الطفل الحركية والعضلية تتغير تنمو تزداد قدراته العقلية اكتسابه للمهارات مهارته اللغوية ذكاءه الانتليجنس عنده بزيد تتمايز إمكانياته العقلية المختلفة مع تقدمه نحو الرشد كل ما زداد كبراً كل ما زداد نطجاً كل ما زداد فكراً كل ما زداد علماً كل ما زداد ذكاءً كل ما زداد قوةً كل هذه الأشياء طبعاً تأتي نتيجة لظروف محيطة بهذا الطفل أيضاً نتيجة لنموه المستمر اللي أثناء وما أثناء تفاعله مع الانفايرمنت البيئة المحيطة اللي حوله أيضاً الظروف تكون عند بيئية تعمل استعدادات يعني بتنبه الاستعدادات الداخلية لدى الطفل ومن ثم تساعده على اكتساب أكتر من جوانب الشخصية وتسقل شخصيته أكتر بحيث على سبيل المثال إحنا لو إحنا اتناولنا الانتليجنس الذكاء إنه الذكاء هو له استعدادات موروثة ولم يجزم إنه كمفهوم افتراضي لم يجزم إنه الذكاء وراثي بحتة أو بيئي بحتة إنما هو اتنين الوراثة والبيئة يأتي وراثياً ومن ثم تحفظه البيئة فنمو الطفل اللي لديه ذكاء في وجود بيئة موفرة له موفرة في إمكانياته موفرة في أنشطتها وخبراتها بحيث إنه يستطيع الطفل من خلالها من خلال هذه البيئة اكتساب أكبر قدر من المعلومات أيضاً عنا مبادئ عامة لنمو الشخصية المبادئ العامة لنمو الشخصية إنه بنلخصها كما هو ما ظهر عنا على الشاشة إنه تقسيم نمو الشخصية إلى مراحل طبعاً عرض فرج طاها 1994 عدد من المبادئ العامة والعامة أيضاً لنمو الشخصية لخصها في إنه تقسيم نمو الشخصية إلى مراحل زمنية ليس تقسيماً قاطعا كيف يعني يعني احنا في مراحل زرمانية مرحلة المهد مرحلة الطفولة مرحلة المراهقة مرحلة الرجد مرحلة الشباب قبل الرجد مرحلة الشباب مرحلة الرجد مرحلة الشيخوخة مرحلة الكهولة هذه مراحل زمنية قسمت عليها المراحل العمرية لكن هل هذه المراحل مراحل قاطعة مراحل جازمة يعني احنا منتقل من مرحل زي ما منصع من درجة إلى درجة لا طبعا كلها مراحل متداخلة مع بعضها البعض ولكن تم تقسيم هذه المراحل كتقسيم استلاحي كتقسيم افتراضي بحيث انه احنا العلماء وضعوا انه هناك بعض القصائص المتعلقة بكل مرحلة عمرية وهناك بعض جوانب النمو في الأجهزة النفسية والأجهزة العضوية في كل مرحلة من مراحل العمر تختص بهذه المرحلة لكن لا نستطيع أن نجزم هي مش مقصن قص فرحلة عمرية عن مرحلة عمرية أخرى انما تكون هناك تداخل ولكن هناك تغير وانتقال للمرحلة الأخرى بشكل تدريجي طبعا هذا الكلام كله الغرض منه الفهم الحقيقي والدراسة لمراحل نمو الشخصية وتتابع مراحل النمو وتداخلها كل مرحلة لها خصائصها لها الخصائص هذه تكون سائدة يعني الخصائص هذه بتكون سائدة في هذه المرحلة العمرية الخصائص أيضا بتكون هي الظاهرة والبارزة في هذه المراحل العمرية النقطة الثانية بلغة الشخصية مرحلة نمو معينة لا يعني الاختفاء الكامل لجميع خصائص المرحلة السابقة يعني لما يبلغ مرحلة المراهقة لا ينسى معناه احنا صار اختفاء كامل لمرحلة الطفولة واذا بلغ مرحلة الرشد لا يعني اختفاء الكامل لمرحلة الشباب احنا حكينا انه كل مرحلة تختص بخصائص معينة والخصائص هاي تكون مميزة لهذه المرحلة في نفس الوقت كل مرحلة تنتهي بشكل تدريجي للمرحلة الأخرى انما تكون هناك مراحل متداخلة والهدف من تقسيمها انما كان تقسيم شو تقسيم لمجرد لفهم ودراسة هذه الخصائص بعض خصائص المرحلة السابقة تبقى بقياها في المرحلة مرحلة النمو الرهنة للشخص فالراشد السوي قد يلجأ الى البكاء او الصراخ في بعض المواقف والراشد الغير سوي يشتد لجوءه الى الصراخ والبكاء كمظهر من مظاهر اضطرابه النفسي طب احنا لما نتكلم انه يلجأ الى البكاء وهو راشد يعني البكاء عادة يكون من صفة الاطفال وليس من صفة ايه من صفة الراشدين لانه الراشدين اكثر حكمة واكثر راحية في التعامل مع المواقف المختلفة فالشخص السوي قد يلجأ الى البكاء احيانا يلجأ الى بعض اصوات مثلا العصب يزعل لكن لا تكون صفة سائدة موجودة فيه فلذلك الشخص الغير سوي في مرحلة عمرية عمر الرجد لا يلجأ الى الصراخ وقعد يسرخ ويزعفل ويمرط شعره ويعمل حركات طفولية اذا بكون هو عنده مشكلة مشكلة في اتزانه النفسي ومشكلة نفسية عنده النقطة اللي تليها ان نمو الشخصية ليست معناه زيادة او اضافة لجميع جوانب الشخصية انما قد يعني في كثير من الحالات اضعاف او حضف لبعض الجوانب اثناء عملية النوم يعني هنا بوضح في هذه النقطة ان نمو الشخصية ليس معناه هناك زيادة او اضافة معينة في جوانب الشخصية هي مش هتزيد ايده ولا هتزيد رجله من ناحية العضوية نفس المسألة في الجانب النفسي مش هيكون هناك زيادة لكن هناك في حالة هناك تغير يحدث هناك تغير تغير في جوانب النفسية تغير في جوانب الوظيفية النفسية هناك اضعاف او حذف لبعض الجوانب في عملية النمو هناك تأكيد على ان يكون مثلا شخص في مرحلة المراهقة غير واثق من نفسه كل ما ازداد سنا وازداد نموا ونطجا وازدادت عنده الثقة التوكيدية ازدادت عنده هنا زادت ربما هي تقل عنده الثقة بالنفس هنا قلت هذه الجوانب ايضا بتكلم لك المكتوب في الهانة بتكلم ان الطفل الحبو يختفي عند الطفل او يكاد لا يظهر اذا ما اطقن تعلم المشي هذا من ناحية العضوية انه قدرته على المشي قدرته على هاي انه بكون موجود اثناء الاول بداية لتعلم المشي الزحف والحبو لكن يختفي فيما انه اطقن المشي اصبح خلص شيء غير موجود في حياته نفس المسألة تخيلاته توهماته تزداد او تقل كلما تقدم العمر يعني بانه عملية النمو ليست اضافة وليست حدف انما عملية النمو هي عملية متكاملة من الحدف والاضافة او الزيادة في بعض الخصائص حسب طبيعة كل خاصية ووظيفتها طبعا بدنا نتكلم الان على النمو الشخصية من وجهة نظرية بعض النظريات النفسية وطبعا عندنا عدة نظريات نفسية السلوكية المعرفية النظرية الترابطية نظريات التحليل النفسي بكلها طبعا نظريات تناولت جوانب الشخصية بوجهة نظر كل هنا تعتبر طبعا لثيوري هاي تعتبر اجتهادات علماء وتكلموا في جوانب الشخصية اول ما نبدأ نبدأ في النمو النفس جنسي طبعا هذا النفس جنسي نظرية التحليل النفسي نظرية التحليل النفسي كما معروف رائد نظرية التحليل النفسي سيجمان فرويد يعتبر نموذجا لمراحل النمو النفس جنسي من منظور دينامي يعني من منظور مستمر متحرك متفاعل ايضا رأى انه الجانب النائل جنسي في نمو الشخصية يتخذ سلسلة متتابعة من المراحل منذ الميلاد منذ ميلاد الطفل وحتى مرحلة البلوغ يغلب يعني هو تكلم بحكيلك انه الجانب الجنسي في النمو النفس جنسي لهذه الشخصية وجهة نظر طبعا التحليل النفسي لسيجمان فرويد انه هذا الجانب يتخذ سلسلة متتابعة من المراحل والسلسلة المتتابعة من المراحل هاي منذ ميلاد الطفل وحتى مرحلة البلوغ يغلب طبعا في هذه المراحل يغلب ان يكون الطفل نرجسيا ايضا نشطا في المراحل الاولى ما قبل التناسلية حتى سن الخامسة ثم يركن الى السكون حوالي ست او سبع سنوات يعني بتكلم انه يجي انه الطفل يكون نرجسيا نشط في المراحل الثلاثة الاولى ما قبل التناسلية طبعا الفرويد له مراحل عمرية وعدنا بنتكلم فيها وبنتناقش فيها المراحل هاي الثلاثة الاولى ما قبل التناسلية يميل الى ان يكون نشط في هذه المرحلة حتى سن الخامسة ثم يهدأ او يعود الى السكون حوالي سن السادسة او السبع سنوات في بتعقبها او يتبعها في هذه المراحل نشاط دينامي متفاعل يعني مستمر في المرحلة التناسلية طبعا مفهوم الطاقة النفسية الليبيدو بالنسبة لفرويد تعتبر حجر الزاوية في نموذج النمو النفس جنسي عند فرويد يعتبر هو الحجر الاساسي مفهوم الليبيدو هذا المفهوم عند فرويد يختلف بمعنى الطاقة الجنسية عما هو متعارف عليه في اللغة الدارجة يدخل في كل ما تشمله كلمة حب ولا ينفصل عن معناه الجنسي بتكلم ايضا ما يتضمنه الحب من حب الذات حب الوالدين الصداقة حب الانسانية حب النفس حب الحياة الافكار المجردة كل هذه الموضعات بتدفع الفرد الى الشعور باللذة وتجنب الالم عن طريق استثارة المناطق الشباقية فرويد رأى انه المرء يمر خلال حياته بمراحل نمو نفس جنسية معينة هذه المراحل بتتطور تبعا لمراحل السن باختلاف المناطق الشباقية اللي تجلب شعور باللذة ايضا رأى انه اعاقة النمو في اي مرحلة يؤدي بالفرد الى عدم النج والتثبيت الغريزي يعني في اي مرحلة من هذه المراحل بتأدي الفرد الى عدم النج في هذه المرحلة والانتقال الى المرحلة الاخرى وبصير عنده تثبيت غريزي عند هذه المرحلة ومن ثم بهذه المرحلة لما يصير تثبيت غريزي ما بنسميه بمرحلة الكبت يعني بصير عنده كبت ومن ثم النكوس والنكوس بمعنى الارتداد الى المراحل السابقة كان يعني احنا بالضبط مثال النكوس نرى الطفل اللي بمص اصبعه الطفل اللي بمص اصبعه بكون عاد لمرحلة النكوس الى مرحلة المهد وهو يتغذى على ثدي الام فهو هذه كمثال من الامثلة فهو يصير اي او الشخص الذي ينام نومة جنينية فهذه نعتبرها مرحلة نكوس ايضا من ثم مرحلة النكوس الى ممارسة بعض الخصائص السلوكية هذه الخصائص السلوكية اللي بتأشر وبتظهر انه ارتد الى مراحل سابقة كانت المراحل السابقة هذه جزء من حياته ايضا استعاد بعض السمات والميول والاتجاهات اللي كانت سابقة في تلك المراحل في مستقبل الايام السابقة طبعا كأن عاد الى سلوكيات كانت عنده كان يمارسها في الطفولة كان يمارسها في مرحلة المراحل كان يمارسها في مرحلة الشباب طبعا كل هذا برجع للحصول على الاشباع وخفض التوتر لانه في حالة عدم الاتزان الناسي بتصير عنده نوع من التوتر نوع من القلق اللي بده يرجع طبيعي الجسم او النفسية بدها ترجع تلقائيا الى حالة من الاتزان وحالة من خفض هذا التوتر يعود ويرتد وينكس الى المراحل السابقة فيعود تعودة بعض الافكار المكبوتة وطبعا احنا وحكينا بتصير عنده فكر تثبيت غريزي عند مرحلة اذا ما استطع ان يتعدى هذه المرحلة وتكون له اشباع حاجاته التثبيت الغريزي يجعل عنده نوع من الكبت فهنا الافكار المكبوتة بتلعب دور هام في تكوين الامراض العصابية والانحرافات النفسية فرويد طبعا اقترح مراحل نمو للشخصية مراحل مختلفة اول مرحلة المرحلة الفمية تبدأ من ميلاد طبعا من ميلاد الطفل وتمتد حتى العام الاول هذه المرحلة الفم يعتبر مصدر الليد الرئيسي عند الانسان يعني هذه بتبدأ من ميلاد الطفل وتمتد حتى العام الاول وتعتبر الفم هو المصدر الرئيسي اللي بيده بنسميه ويكون التفاعل بين الطفل وبيئته عن طريقة الاكل يعني احنا نشوف حتى الطفل من بداية حياته هو يبدأ اشباع رغباته اشباع حاجاته عن طريق ايه عن طريق الطعام كل اشي بحطه بتمه كل اشي حتى يلمس الاشياء ويتذوق الاشياء ويتعرف على الاشياء في المراحل الاولى بنشوف كل حاجة الطفل ايه ما بلاقي قدامه بشيله بحطه في تمه ليش؟ لانه اصلا الطفل في المراحل الاولى من عمره بتعرف على الاشياء ويبني بنية معرفية من خلال ايه؟ من خلال شعور الاشياء وهي عبر الفم وليس عبر اشياء اخرى احنا نتكلم هان عن مرحلة فمية بالنسبة لتقسيم افروي المرحلة هاي تنقسم الى المرحلة الفمية المبكرة وهي بتتضمن النصف الاول من العام الاول من عمر الطفل وتترك حياة الطفل على يعني مص ثدي الام اشباع خارجي ومص كل شيء يصل الى يده وفم واشباع ذاتي اما المرحلة المتأخرة من هذه المرحلة تشمل النصف الثاني من العام الاول من عمر الطفل وتتركز بتركز على حياة الطفل فيها حول الفم ايضا يعني هذي ايضا المرحلة تنقسم الى خسمين قسم اشباع خارجي وقسم اشباع ذاتي الاشباع الخارجي هو طبعا بتشمل العام الاول من عمر الطفل وتأول حياة الطفل بتكون عمص ثدي الام الاشباع الذاتي بتكون الطفل كل شيء يصل الى يده بيمسكه بحطه بهالتم بتاعه بحيث كل احساساته عبر التم كل بنيته المعرفية عبر التم ايضا اللذة تتكون عن طريق العض بسبب عملية التسنين يعني الطفل ببدأ في النصف العام الثاني يعني بعد الست شهور ببدأ يطلع له سنان وببدأ يشعر باللذة عندما ايه لما بعض لان هيك بالنسبة طبعا وجهة نظر فرويد بسبب عملية التسنين فرويد اشار انه حدوث اول عملية احباط تحدث للفرد في حياته حينما يعمد الطفل يعني اول احباط بصير له حينما يتوجه الطفل الى عض ثدي الام هذه اول عملية احباط لانه حتكون القيم تلقائيا مجرد ما يعد الثدي بدها تسحب الثدي او بدها تعاقبه او بدها تبعده عنها او بدها تسرخ او بدها تتألم هان الطفل بتصير اول عملية احباط لانه هي قامت بموقف سلبي بالنسبة للطفل مش موقف ايجابي ولذلك هان الطفل يقع في صراع بين الرغبة في العض وبين الخوف من العقب وهذا الكلام ما بنسميه بنسميه انه ما بالتناقض الوجداني لدى الطفل انه هذا الكلام بنسميه بالتناقض الوجداني لدى الطفل حيث تصبح الام موضع هان بحيث انه هانا بصير تناقض وجداني داخل الطفل هو محتار محتار انه يحقق رغبته يشعب رغبته في العض ولا يب ما يعدش يخاف من العقاب بصير عنده تناقض وجداني صراع داخلي الصراع متمثل في عدم تحقيق الرغبة والخوف من العقاب هنا تصبح الام هنا موضع حب أو كراهية في الوقت نفسه بيبدأ يشهر مشاعر حبه لأمه مش مشاعر واضحة هذه مشاعر تكوينية داخلية لدينا الطفل يعني مش معقولة الطفل بدي يبرس انه مشاعر كراهية هوا مشاعر مجرد حدوث مشاعر الخوف بدأ مشاعر النفور أو بدأت مشاعر القلق والتوتر الداخلي قد في هذه المرحلة يحدث تثبيت الطفل عند هذه المرحلة خاصة إذن طبعا إذا ما كان نظام تغذيته يشعره بالإحباط الشديد يعني في هذه المرحلة ربما تصير عنده تثبيت إذا كانت هذا نظام التغذيته يشعره بالإحباط الشديد وكانت الأم في عملية الرضاعة ما تأتي حقه بالكامل بحيث أنها ما تأتي إشباع كامل في هذه المرحلة لأنه هو في هذه المرحلة يحتاج إلى تحقيق المتعة وتحقيق الرغبة في داخله لكن لا يستطيع أن يأخذها من أمه بالشكل السليم أيضا بيؤدي في النهاية إلى شخصية اتكالية معتمدة على الغير أو العودة إلى الميول الفمية السادية في بعض السادية بمعنى يعني الإذاء بمعنى إذاء الآخرين أو إذاء الأشخاص اللي أمامه في بعض الإضطرابات النفسية المرحلة الثانية مرحلة الإستية الشرجية طبعا المرحلة الثانية بالنسبة لتخسيم فرويت تمتد من 2 إلى 3 سنوات بتمركز عنا مصدر الإشباع اللي بيدي والشعور باللذة في المنطقة الشرجية هنا مصدر إشباعه اللي بيدي يعني نرجس الجنسي بتمركز في المنطقة الشرجية من خلال عملية طرد الفضلات طبعا والتبرز وتهيج الغشاء المخاطي الشرجي بترتب أنه هذه الطريقة أنه بتدرب الطفل على ضبط عملية الإخراج ومقدرته على التلبية وأيضا ما يصاحبها من قلق وصراع بين الاحتفاظ أو الطرد تأثيرها مثلا طبعا كلها بتأثر على المدى البعيد لشخصية هذا الطفل فرويت يرى أنه في هذه أنه مرحلة الشعور الشرجية لا يمكن تجنبها بأي حال لأنها مرحلة عمرية أساسية أكيد أكيدا يعني ما نقدرش نتجنب المرحلة الشرجية لأنه مرحلة أساسية لدى إيه؟ لدى هذا الطفل ولكن الشدة الزائدة في التدريب على النظافة بما يتظنه من ملامسات في هذه المنطقة بتسبب يعني رجعنا للتثبيت الغريزي يعني في كثير من الإميات أثناء تدريب أبنائها على النظافة هناك بتكون شدة بتكون ضرب بتكون عنف وهذا طبعا ما بيسبب تثبيت على هذا المستوى من فشل لاحق في النص السوي فلذلك يعني أصلا الطفل أما بيكون في عمر السنة بيكون مش فاهم هو حاسس أنه بحاجة أنه لإخراج الفضلات لكن مش فاهم هو ليش بيشلح البنبرزة وبروح على الحمام يعني الإم لازم تكون عندها طول التروح ثم أنه فيه سلوك متبع يعني عند الإميات بشكل كبير يعني غير المثقفات والمتعلمات أنه بتنتهج أسلوب إيه؟ أسلوب الضرب أو أسلوب التعنيف الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى تفهيم ويحتاج إلى تروي ويحتاج إلى مكافآت ويحتاج إلى ضبط نفس مش أنه هو بتعلم لأنه أصلا هو لما كان من الأول متعود على البنبرزة متعود على أنه يفن على نفسه أو يعني تبرز على نفسه ففجأة تلاقي الإم منها إذا ما كانتش تأخذ طول التروح وبال أنه إذن معنى ذاك هي بتعرض لفشل في التعليم ومن ثم الفشل هذا لا يمكن إلا ما يظهر في الأوقات اللاحقة كأن يصير بصارة تثبيت والتثبيت كيف بده يظهر؟ يظهر في مرحلة أخرى أنه الطفل بيبدأ يرجع بعد ما اتعلم النظافة وتعلم عدم التبرز وتعلم عدم الفن على نفسه بيرجع يعود إلى يعود لأن يفن على نفسه ويتبرز على نفسه مرة أخرى طبعا هذه ضبط عملية الإخراج أزمة حقيقية في حياة الطفل تحدث ثاني عملية إحباط المرحلة الأولى فيقول العملية الإحباط الأولى كانت في مص الثدي وتحت تحقيق رغبة العضأس بسبب التسنين المرحلة الثانية عملية الضبط فلذلك يعني أنه يجب لما نعلم الطفل دائما وانتقاله من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية أخرى مرحلة تعليمية لمرحلة تعليمية أخرى عدم الشدة أو العنف وتكون بشكل صحي ونفسي سليم حتى لا يرتد الطفل ويعود للنقوص مرة أخرى للمواقف الحياة المختلفة المواقف الحياة السابقة أقصد بحيث أنه ما يرجع أنه يمارس بعض السلوكيات اللي كان يمارسها في مرحلة عمرية سابقة وهذه تعتبر ثاني مرحلة إحباط للطفل بحيث أنه التدريب يصدم بداية يصطدم بداية بالأحكام والمعايير الاجتماعية بالبداية بتكون في التدريب أنه في معايير وأحكام اجتماعية وأسرية بتكون بتتوقف في تحقيقه لذاته بتوقف في إشباعه لرغباته لدينا أيضاً المرحلة القضيبية المرحلة القضيبية تشمل العامين الرابع والخامس ينتقل مركز الإشباع من الشرج إلى الأعضاء التناسلية المرحلة هاي طبعاً من عمر العامين إلى الأربع أعوام إلى الخمس أعوام وإحنا حكينا فيش مرحلة عمرية نحكي إنها خلص قصينا مرحلة عن مرحلة كل مرحلة متداخلة في المرحلة الأخرى ولكن إحنا حطوا تقسيم افتراضي حتى يسهل فهم خصائص هذه المرحلة ينتقل هانا مركز الإشباع من الشرج إلى الأعضاء التناسلية الطفل يحصل على لذته من اللاعب في أعضاءه التناسلية الطفل هانا بمر في هذه المرحلة بالمركب الأديبي الشهير طبعاً الواقع إنه أكثر ما يميز هذه المرحلة من وجهة نظري فرويد هو إنجذاب الطفل إلى الوالد الآخر المغاير لنوع جنسه يعني والرغبة في امتلاكه كيف يعني الوالد الآخر إلى يعني البنت تميل إلى الأب والولد يميل إلى الأم هناك يعني هذا ما يميز هذه المرحلة هو إنجذاب الطفل كل منهم ينجذب سواء الولد أو البنت ينجذب إلى الجنس الآخر ويتمنى أو يرغب في امتلاكه في الوقت ذاته الشعور بالحسد والكرهية تجاه الوالد يعني إذا كانت البنت تشعر بالحسد والكرهية تجاه الأم وإذا كان الولد يشعر بالحسد والكرهية تجاه الأب الذي هو من نوع جنسه والرغبة في استبعاده الطفل الذكر ينجذب إلى الأم والطفل طبعاً نهاية ينجذب إلى أمه شحنة جنسية ويرغب في استبعاد أبيه شحنة عدوانية يطلق على ذلك عقدة إذيب عند الولد ويطلق على البنت عقدة إلكترا العقدتين هدولا هم محور الصراع في تلك المرحلة فرويد أطلق على هذا الموقف لدى الذكر والأنثى باسم الصراع الأوديبي حيث يتذبذب الطفل بين مشاعر وأفعال دالة على التمرد والثورة والعدائية تجاه والديه في نفس الوقت من المعلوم أن الطفل ذكر أم أنثى يحب أمه في البداية لكونها مصدر الإشباع بالنسبة لهم عقدة أوديب أول الظواهر الجنسية التي يتناولها فرويد بصراحة وأكد أنه في حوالي الرابع أو الخامسة يصبح الطفل الصغير في حالة حب شديد مع أمه والطفلة الصغيرة في حالة حب شديد مع أبيها هذا الحب جنسي على الرغم أنه لا يتضمن وعيا حقيقيا بالفعل الجنسي يعني ما بتكلم فرويد عند أنه هذا الحب هو بتحكي لك هذا حب جنسي لكن حب جنسي لا واعي مش حب جنسي واعي يعني عارف أنه هو مشتهي أمه أو مشتهي أبوه أو بحب أمه جنسيا أو بحب أمه بتحب أبوها جنسيا لا حب جنسي لا واعي وربما يعني فرويد كان يقصد هناك تعويض للشعور بالشعور بأنه هو لا يمتلك هذا الجنس فالولد الصغير يرغب في امتلاك أمه امتلاكا تاما أيضا يريد منها أن تجيب رغباته وأن ترعاه لكن الأب يأتي إلى المنزل ويستأثر بالأم وعلى الأقل أيضا يأخذ جزءا من وقتها ومن ثم ينظر إلى الأب وصفه منافسا ونجده نفس الشيء عند البنات بالنسبة إلى الأب تنظر إلى الأب وتتمنى أن تبتلكه امتلاكا مطلقا ولكن الأم تأخذ وتستأثر بحصتها من الأب المهم أنه نعرفه أنه استجابة الطفل في هذا الموقف ثنائية العاطفة فبالنسبة للطفل يصبح الأب قوة سلبية تهديد وإحباط أو للبنت يصبح تصبح الأم قوة سلبية تهديد وإحباط لأنه يتنافس مع مين؟ يتنافس سواء تنافس مع الأم أو مع الأب لكلتا الجنسي لكن الأب أيضا نحن نتكلم عن البنت أيضا قوة إيجابية مصدر للعب والميل والتسلية ومصدر للأمن النفسي وهذا السن يصبح الطفل لأول مرة وجهاً لوجه مع أحد الوقائع المخيفة في الحياة يعني في هذه المرحلة يبدأ الطفل فعلياً ويواجه الوقائع المخيفة في حياته بحيث إشباع رغباته لأنه عنده أهداف عديدة مصدر جاذبية ومصدر تهديد مصدر حب وكرهية في آن واحد أيضا فرويد يشير إلى أنه كابت المشاعر المتناقضة نحو الوالدين لدى كل من الولد والبنت عقدتها أوديب وإلكترا لاتنين في النهاية يقودهم إلى أرقى مراحل تطور نظم الشخصية وهي الأنا الأعلى وطبعا الأنا الأعلى أحد أجهزة الشخصية عندي فرويد وفرويد قسم أجهزة الشخصية إلى ثلاث أقسم الأنا الهو والأنا والأنا الأعلى طبعا الهو معروف هو مصدر الغرائز والأنا متطلبات الواقع ومبدأ الواقع والأنا الأعلى وتحقيق الواقع الأنا الأنا الأعلى هي بتمثل القيم والمعايير الأخلاقية وطبعا بيهان بتكلم أنه يقف سدا منيع عن حيال الأنا الأعلى نفسه يقف سدا منيع حيال الرغبات والشهوات المحررة فرويد يزعم أنه مدى نجاح الطفل أو فشله في مواجهة عقدة إديبو وعقدة إلكترا تكون لها أثار عميقة نحو شخصته وهو كمان إحنا بنش ننسى أنه فرويد تكلم أنه في النهاية يصل إلى أرقع مراحل تطور نظم الشخصية يعني أنه هذا الشيء برغم أنه بترك أثار عميقة نحو شخصية الطفل في المستقبل إلا أنه هي بتطور مراحل نظم الشخصية التي تعتبر الأرقع هي الأنا الأعلى أيضا بتأثر على اتجاهاته كمراهق نحو الجنس الآخر ونحو السلطة وقد تؤدي إلى الإضطراب النفسي المرحلة الرابعة من تقسيمات فرويد هي مرحلة الكمون وإحنا نقول كومون معناه يعني استكانة معناه ثبوت وليس ما يعني لم نتكلم عن كومون معناه أنه وصل لمرحلة من الاستكانة تبدأ هذه المرحلة من السادسة تقريبا وتمتد حتى بداية المراهقة تقريبا البلوغ فيها الجنسي يتم من خلالها وهذه المرحلة يتم تصفية الموقف الأوديبي يعني في هذه المرحلة خلص يعني هو تعدى مرحلة الموقف الأوديبي يبدأ بانتقل من الموقف الأوديبي وعقدة أديب وإلكترا إلى التوحد التوحد مع مين؟ مع نفس جنسه كانت المرحلة السابقة كان هناك سراع مع نفس جنسه وحب في امتلاك الجنس المغير المرحلة هاي اختلفت هنتم تصفية المرحلة السابقة ومن ثم انتقل إلى مرحلة التوحد مع نفس الجنس الذكر يتوحد مع أبي والطفلة تتوحد مع أمها يتنازل الطفل عن رغبة الجنسية تجاه الوالد من جنس الآخر أيضا البنت تتوحد مع أمها ترغب في كسب أبيها بطريقة غير مباشرة أيضا الذكر يرغب في كسب أمه بطريقة غير مباشرة لكن يجب أن لا تتحدث ولا تفكر في توقيع العقاب على أمها لأنه لا تتقبل هو سواء الذكر أو الأنثى أنه يكون هناك عقاب هي مرحلة ربما كانت عبارة عن تعويض في المرحلة السابقة أيضا أسهل الطرق لتحقيق ذلك هو أن تنسى الموضوع برمتو احنا حكينا تصفية يعني يبدأ التصفية النهائية وتكبت الرغبة الجنسية تجاه الوالد من الجنس الآخر وشعور الكراهية تجاه الوالد من نفس الجنس يبدأ كبته وتكبته وخلص ويصبح تم تصفيته هو شيء مكبوت طب هنا بتكلم أيضا عندما تكبت الرغبة الجنسية الأولية في ختام المرحلة الأوديبية نقول أن الطفل قد تحرك إلى مرحلة مرحلة الكمون الجنس هنا يصبح محرما والرغبات الجنسية يتم إنكارها تماما وتصبح لا شعورية يختار الطفل الآن هنتوحد مع شخصية أبو توحدت مع شخصية أمها وتم تصفية فكرة الجنس وتم عدم حب في إذاء الأم أو إذاء الأب في كل الجنسين صار توحد مع نفس الجنس المماثل هناك رغبة في اختيار الرفاق الرفاق من نفس الجنس وهذه المرحلة تسمى بمرحلة الكمون في بعض الأحيان وتسمى هذه المرحلة في بعض الأحيان مرحلة جنسية الغيرية أي الجنسية السوية ويكون الطفل في هذه المرحلة حريصا على طاعة الكبار والانتثال لأوامرهم ونواهيهم ورغبا طبعا رغبا في الحصول على رضاءهم وتقديرهم المرحلة الخامسة وتعتبر هي المرحلة الأخيرة لفرويد والمرحلة التناسلية هذه المرحلة تبدأ عند فرويد مع بداية فترة المراهقة يعني إحنا انتقلنا من مرحلة الكمون إلى مرحلة التناسلية هذه تبدأ مع بداية فترة المراهقة تكون صراعات المرحلة الجنسية المبكرة قد تم حلها كوبتت المرحلة الأوذبية في مرحلة الكمون توحد الطفل مع نفس جنسه في مرحلة الكمون بدأ يشبع رغباته ويندرج في نفس جنسه ويميل اللعب إلى مع نفس جنسه هنا انتخل إلى المرحلة المرحلة الجنسية المبكرة قد تم حلها أنماط السلوك كاسمات الشخصية تم تكوينها أنماط السلوك كذكر يتطبع بسلوك الذكور أنثى تتطبع بسلوك الإناث كلها طبعا أنماط السلوك كاسمات شخصية تم تكوينها المرحلة هذه يفترض أن الفرد قد تم تحويله من رضيع محبلي ذاته يسعى إلى اللذة أو النرجسية إلى شخص بالغ اجتماعي ذو توجه واقعي أيضا بدلا من سيطرة الطابع النرجسي عرق عشق الذات على الطفل أصبح مع بداية المراهقة يسيطر عليه طابع الجنسية الغيرية وإحنا قلنا الجنسية الغيرية هي السوية والشخص المتوحد مع جنسه واندمج في جنسه ويأخذ سلوك جنسه ومنح تصرفات وسلوك نفس الجنس المماثل له تعتبر وظيفتها البيولوجية الأساسية هي التكاثر في هذه المرحلة النرجسية هان يعتبر مفهوم ينسب إلى الأسطورة اليونانية المعروفة وبطلها نرجس الذي أراد أن يتزوج من فتاة حبها فلما رأى صورة وجهه منعكسة في الماء هامة بحب هذه الصورة وانصرف عن فتاته طبعا هذه قصة غرقية بتكلم عليها التي أراد أن يتزوجها ورأي فرويد حسب رأيه تتجه الغريزة الجنسية في هذه المرحلة نحو الآخرين كما تظهر في هذه المرحلة مشاعر الاهتمام الحقيقي بالآخرين الحب طبعا الجنسي الناضج هو السيد الفرد يصل إلى قمة تطوره النفسي بعد أن تكون كل مرحلة من المراحل السابقة قد أسهمت بنصيبها في البلوغ في هذا التطور النهائي الأخير وطبعا نتكلمنا إذا عجز عن تعدي مرحلة وانتقال إلى مرحلة أخرى هنا نسمى بالتثبيت وقد يكون التثبيت يظهر في مراحل أخرى من النضج